استدعت وزارة الخارجية المالية سفير الفرنسي في باماكولي للاحتجاج على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن المجلس العسكري الحاكم وصفة إياها بالمؤسفة والتي أعرب فيها عن أمله بعودة فرنسا إلى هذا البلد الإفريقي المزيد مع زهر سيني وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب يستدعي سفير فرنسا ببلاده على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسية الذي وصف رئيس وزراء مالي في الأمم المتحدة بشأن انسحاب فرنسا من مالي بالفضيحة تصعيد مالي يحمل قرأة عدة استدعاء السفير واحتجاج القيادة في مالي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل رسالة قوية أن الساحل الإفريقي لم يعد الحديقة الخلفية لفرنسا وهي رسالة واضحة أن الشعوب في الساحل كما هي شعوب إفريقيا لم تعد تقبل الفكر الكولونياري والوصاية الفرنسية دولة مالي تصاعد اللهجة وتتجه نحو منعرج حاسم في سياستها الخارجية تجاه مستعمرتها القديمة فرنسا مؤشر إيجابي نحو تحرر اقتصادي عسكري وحتى سياسية مالي ترفض البقاء تحت رحمة المرتزقة والجماعات الإرهابية التي تديرها فرنسا في الساحل الإفريقي لإحداث الإنقلابات ومن ثم المحافظة على حالة الاستقرار في المنطقة احتجاج دولة مالي ورفضها لتصريحات ماكرون وإن جاءت متأخرة إلى أنها خطوة تاريخية ورسلة لباريس بضرورة تغيير نظرتها تجاه مستعمرتها القديمة